القوة القطبية لابد أن تمتلك أيضا القدرة على الحشد الدولي أمريكا الآن تجد صعوبة كبيرة في القدرة على الحشد الدولي تجد صعوبة كبيرة في إقناع الحلفاء والشركاء واضح هذا الأمر لكل متتبع سياسي من معيار القطبية أيضا هي القدرة على الصناعة الجيو السياسي الجيو السياسي بمعنى قادرة على صناعة الدول قادرة على تفكيك وصناعة الدول الآن أمريكا بدأت تفقد هذه القدرة حتى انظروا ماذا فعلت قانون بريمل ماذا فعلت في العراق ماذا فعلت في أفغانستان لحد الآن ماذا فعلت في الصومال وفي جنوب السودان أيضا يعني لحد الآن لم تستطع أن تثبت القدرة على إقامة وتفكيك الدول ورسم الحدود وشرعانتها لأن لا يكفي أن تأتي تفكيك جيش وتهزم دولة لا إعادة بناء الدولة من جديد إعادة ترصيب الحدود وإعادة إدخال ذلك كلها في السيستم في النظام في القانون الدولي هذا فقدته أمريكا لوحدها بل حتى مع حلفائها المعيار الآخر أنه أصبحت غير قادرة نعم الخامس أنه أصبحت غير قادرة على استعاب اختلافات وتناقضات الشعوب والمشاريع الكبرى أصبحت تقول أمريكا أولا كانت تقول أن أمريكا فكرة تحكم العالم قبلها الآن تقول أن أمريكا أولا وهو الشعار الذي نال به دونالد ترامب أهلية رئاسة أمريكا فواضح السقوط المدوي من مرحلة أو من خانة القطبية إلى ما دونها الأخير هو القدرة على فض النزاعات واضح أن أمريكا تريد أن تبدأ الآن أنها تتحكم في فض النزاعات ولكن لكل المتتبع واضح أنها فقدت على ذلك إذن هي فقدت كل المعايير الستة لدرشات القطبية لم تعد تحتوي بتحفظ أقول بتحفظ إلا على مستوى القوة القاهرة وهذا نعترف به لكن القيادة بالقوة ليس ذلك معناه أنك تتحكم في نموذج قيادة العالم ماذا بعد هذا الكلام؟ بعد فقدان أمريكا لدرشة القطبية ونزولها إلى ما دونها العالم والقوى الكبرى كلها ترى ذلك وترى أنه لا بد إذن هذه الفرصة السانحة من إثباث الوجود فكل مساحة تتراجع عنها أمريكا الطبيعة تخشى الفراغ فلا بد من قوة تخلفها هذه المعادلة سوف تؤدي إلى صراعات على مستوى القوى الكبرى لكن لا زالت القوة القاهرة الأمريكية موجودة أقول القوة القاهرة أنا عذراً أستسمحكم أنها من الناحية الإسراتيجية يعني أنا أتكلم عن كلام أكاديمي ببعث لكن القوة القاهرة هي قوة الله سبحانه وتعالى لكن خلينا أرجو المشاهد أن يعرف أنني أتكلم على مستوى أكاديمي بحث هذه المساحات الفارغة ستؤدي إلى صراعات هذه الصراعات هي التي الآن تؤدي إلى الصدوعات الكبرى في النظام الدولي على مستوى المركز تحديداً لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية وبناء القطبية وسقوط القطب الثنائية القطبية وتحكم القطبية الأحادية لأول مرة تحدث تصدعات على مستوى المركز الهيمنة داثو التي هي مركز الدول العظمى والتي فيها أربع مركبات فيها المركب الصليبي والمركب الشركي مركب الأمم الصليبية وينقسم إلى ثلاث الكتلة البروتستانت وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا ومن وراءها والكتلة الثانية هي الكتلة الكاتوليك وعلى رأسها فرنسا وكتلة الأورتودوكس وعلى رأسها روسيا ومن ولها يبقى أن في المركز أيضاً كتلة شركية وهي كتلة الصين كانت قبل حرب الخليج الأولى تتحرك هذه الكتلة في ديناميكية مقبولة إلى حد ما في استثبال مشروع الهيمنة فكانت أي حركة حرورية ثورية تقمع بصورة مباشرة لقوة الاستقرار وقوة التحكم الآن فقد العالم درجة القطبية ليس هناك التحكم على مستوى الصوفت ومستوى الهارت القوى النائمة والقوى الخشنة في معايير القطبية وإذا بها نرى الآن سراع بين مركبات قوى المركز في حد ذاتهم فهناك صراع أمريكي صيني على مستوى بحر الصين وعلى مستوى كوريا الشمالية وعلى مستوى الحرب التجارية وهي مستويات من الصراع غير مسبوقة تهز العالم الآن وكان العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة لو لأنه تم تصريف الأزمة إلى الشرق الأوسط كما ربما سوف نعرج على ذلك لاحقا هناك صراع بين الكتلة البروتستانتية والكتلة الكاتوليكية واضح تماما ذلك في الأزمة الأوكرانية تخيلوا أن الأزمة الأوكرانية خلفت لحد الآن 164 ألف قتيل ثلاث مطارات محطمة بالكامل أكثر من 14 بين قرية وشبه مدينة مهجرة بالكامل هذه الحرب المسكوت عنها حرب طائفية بكل ما تحمل الكلمة من معنى حتى أن خافية سولانا من دوب مجلس الأمن المسؤول في الأمم المتحدة السابق قال أن أوروبا على أعتاب حر طائفية جديدة تربما تردها إلى عصر الظلام وهو يقصد عصر ما قبل التنويريين عصر ما قبل النهضة فتخيلوا عمق الأزمة الموجودة الآن ولا تستطيع الآن ليس هناك المستوى القطب مع أي القطبية التي تعيد رأب صدع ويتسع ولا زال هو الآن يتسع كل اتفاقيات اتفاق النورماندي اتفاقية مينسك باتفاقيات 12 نقطة كلها الآن تنهار كل ما يقول أنهم حققوا مستوى من الاستقرار إلا ونستمع أنه اندلع وسقط وقف اطلاق النار واندلعت اشتباكات ففعلا الأمر خطير جدا